موسيقى 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 طبعا في العهد القديم في أمثل كتير مثلا عن إبراهيم قدم ابنه ذبيحة وذكرت عن الدبائح الدموية في سفر اللاويين ما المفهوم من هذه الدبائح بالمناسبة أبونا إبراهيم لما قدم ابنه أبونا إبراهيم قدم ابنه ولكن ربنا قاله لا تمد يدك إلى الغلام وقدم مكانه كبش ضحية قدم بدال ابنه كبش وهذا الكبش زي ما ذكرنا كان رمز لزبيحة عظيمة فداء عظيم زبح عظيم كان بيرمز إلى زبيحة ربنا يا سوى المسيح ده اللي حصل عند الصليب يمكن الفيلم بتاع الباشون اللي كل العالم دلوقتي متأثر به ناس كتيرا انتقدته قال بس ده دي جزارة واحد قال لي بالتعبير وقاريت في مجلة قال لك اللي حصل حسب الفيلم ده جزارة طيب ما هو جزارة ما المسيح اتدبح فعلا مجروح من أجل معاصينا مصحوق لأجل أسامنا هقول ملايين الملايين من الزبايح كانت تصبح كلها كان بتشاور لزبيحة ربنا يسوع ما كانتش كفاية لكن كانت كفاية لشخص ربنا يسوع المسيح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة